السلام عليكم متابعين الكرام أهلا بكم في قناتنا الإخبارية علم موقع الأول أن برنامج دعم الطمدرس تيسير الذي شرعت المؤسسات التعليمية في تسجيل المستفيدين منه من التلاميذ هو دعم تدرجي يختلف من مستوى تعليمي إلى آخر حيث سيستفيد التلاميذ في القسم الأول والثاني ابتدائي من 60 درهم شهريا فيما سيستفيد التلاميذ في السنة الثالثة والرابعة مستوى ابتدائي من 80 درهم شهريا أما مستوى الخامس والسادس ابتدائي فسيستفيدون من 100 درهم شهريا التلاميذ والتلميذات المشمولين بدعم تيسير في مستوى السلك الثانوي الإعداد خصص لهم دعم شهري يقدر ب140 درهم الحبيب كناني مدير الدعم الاجتماعي في وزارة التربية الوطنية أفد أن ثلاثة أطفال لكل أسرة هو الحد الأقصى للاستفادة من دعم تيسير موظفا أنه في الوقت الذي تم فيه اشتراط بطاقة راميد على ساكنة المدن تم استثناء ساكنة البواد من هذا الإجراء المسؤول بوزارة التربية الوطنية أوضح أيضا أن عملية التسجيل متواصلة إلى 22 من الشهر الجاري وأن البرنامج سيشمل هذا العام حوالي مليوني تلمد بمختلف الأسلاك التعليمية كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء شكرا المتابعين الكرام إذا كانت هذه أول مرة شاهدة الفيديو هدينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم شكرا لكم